السلام عليكم أصدقائي الأعزاء الأوفياء المتابعين على قناة خالدوتيب مرحبا بكم معنا في فيديو جديد كنتم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة أرجعنا لكم في فيديو جديد ومهم جدا لأصحاب القنوات كمير كتضرب تماما كبيرا لكي تحقق شروط اليوتيوب ربعة لبساعة أو ألف مشترك والصعوبات الكبيرة لكي تتم في هذه المرحلة وكي يأتي الإنسان حتى اللحظة لكي يجني اعتمار وكما قلوك يطيح في خاطئ كبير وكبير صعيب باش أنك تصلحوا لذلك سنركزوا في هذه المرحلة وهي مرحلة إنشاء الحساب AdSense إنشاء حساب AdSense تمشي بالأمر السهل كي يجيوني أسئلة كثيرة في الانستغرام وفي التعاليق بأن الناس عند إنشاء حساب AdMob في البداية كيوقعوا في هذه المشكل وهذه المشكل صعيب باش أنك تتجاوزوا لذلك قدرت لكم هذا الفيديو لتعلموا فيه كيفاش أنني إلوقع لي مشكل عند إنشاء حساب AdSense بداية من إنشاء AdMob هذه المسألة لكم عارفينها راني شرحت لكم هذه القضية مزيان في فيديوهات إنشاء حساب AdSense اللي بغي يجعل هذه الفيديوهات أنا غادي نخليكم الروابي ديالهم في صندوق الوصف كيفاش تقوموا بإنشاء حساب AdSense كيفاش تربطوا القناة مع AdSense هذا شي كامل مزيان هذه البداية ولكن كالناس اللي كيتفاجئوا بأنك تجيهم رسالة ديال الرفض كيكون على شكل بي سي باللون الأحمر هذا القضية يغسكم تردوا لها البال الناس أغلبية كيدوخو وما كيعرفو ما يدينو مهمة أصدقاء اللي بغي تجاوز هذه المشكلة ربما كيلي غايجي الفيديو طويل أو لا يقولك أنا غادي نطول في الشرح ولكن هذا شي راه مهم لكم بزاف ماشي شي حاجة صعيبة أنك تفرج في واحد فيديو اللي غادي فيدك وخد كون مده دياله طويلة ولكن غادي تعتق راسك وتعتق ال AdSense ديالك من الضايع لأنها التعب كامل اللي ضربتي جني التمار هو ال AdSense لذلك غادي نشرح لكم بالتفصيل المومن كيفاش إلا قمنا بإنشاء حساب AdSense خطأ وطلعت لنا رسالة الخطأ في البداية كيفاش غادي نقومه؟ واش غادي نصلحه الحساب؟ واش غادي نحذفه؟ مهمة أصدقاء في هذا الفيديو غادي نشرح لكم الطريقة كيفاش أننا نحذفه حساب AdMob بالطريقة الصحيحة بالطريقة الصحيحة ركزولات القادية بالطريقة الصحيحة من جدر يعني ما يبقاش عندنا ذلك الحساب من بعد ما نحذفه يمكن لنا نعاود نقومه بإنشاء حساب آخر مهمة الشيء اللي ينفهد الفيديو لأول مرة كيشان القناة كنتمنى أنه يشترك في القناة ويدير لنا لايك للفيديو واللي يشترك في القناة حتى ويدير لنا لايك للفيديو أي موضوع بغيت أن نهضر عليه في القناة كتبونينا في التعاليق أي مشكلة عندكم في الانسنس في القناة يمكنكم توصل معنا على الانستغرام في شاشة الفيديو وكذلك في صندوق الوصف وعلى بركة الله نبدأ في شرح التفاصيل لا تنسوش أصدقاء كملوا الفيديو حتى النهاية باش تستفدوا بسم الله نبدأ في الشرح سنشرح لكم الحاسوب وهي نفسها نفس الطريقة على الهاتف يعني سنذهب إلى جوجل كروم وفي خانة البحث ديال جوجل كروم سنذهب إلى نكتب آدموب يجب أن نقوم بإنشاء الحساب في الآن أن الحساب مغلق أو لم يفتوح فقط نشغل على هذه الطريقة لكي نتأكد بأن الحساب لدينا سنكتب آدموب سنقوم بتحقيق الربح من تطبيقك سنقوم بتحقيق الربح من تطبيقك سنضع لها سنقوم بإنشاء هذا الوجهة تنبع إشتراك سنقوم بتقوم بتسجيل الدخول سنقوم بتسجيل الدخول سيطلب لنا المودو باس والجي مايل اللي احنا قمنا بانشاء الحساب عليه يعني انا هتشي دوسه باش انا ندخل في مراحل مباشرة ومن بعد قطلع لنا هاد واجهة ديال ادموب يعني احنا دبا فاتحين ادموب ودخلنا لله يعني من بعد عندي الهناية الغاية كاملة في واحد الاعداد اللي في الاسفل اللي هي الاعدادات غادي نضغط عليها غطلع ليا هاد الواجهة اللي فيها البارد الالكتروني اسم جهات الاتصال بارد الالكتروني جهة الاتصال هنا يا لغة العرض يعني اعود كدلك اعدادات بارد الالكتروني ونحن ما عندنا منذيرو بهد اللي طلعا ليا هاد الكتابات كاملة عندي الغرض بشيء واحد هما دوك الاعدادات اللي عدي الفوق وهدوك المعلومات اللي كما كتشوفو ولكن هذه الاعدادات الشخصية ما عندي منذير بها يعني اخسن مشي المعلومات الحسابية اللي غادي نقومو بيحذف الحساب منها هاد معلومات الحساب كتغطيني جميع المعلومات الخاصة بادسس الرقم التعريفي للناشر والرقم التعريفي للعامل والرقم التعريفي لعامل اعلانات وكذلك واحد الحاجة اللي مهمة جدا هي من بعد المنطقة الزمنية وذلك شيء كي نحالة الحساب هنا انا عندي هذا الحساب متوافق عليه وبغيت نحذفه ولكن ثم اللي غادي نحذفه فيه المشكلة في الحساب غادي نحذفه مكتوب عليه حساب مغلق يعني هناك هنا مفتوح معلق مغلق او لمعلق يعني مهم هنا الحالة دي الحساب انا غادي نقليكي لها باش انني نشرح لكم كيفاش كي اطلع لكم يعني كيكون وجوجد الحالة هنا يا حالة الحساب ضروري تأكدوا حالة الحساب اما تم الغاء حسابك او لا حساب ناشي مهم اذا كان الحساب ناشي طرام زيانه وبغيت يتحذفه كي بقى الاختيار لك كان عندك الحساب مغلق ابغيت يتحذفه كذلك كي بقى الاختيار لكم ونحن نعنو لكم ان شاء الله الطريقة في هذا الفيديو وانتوما ان شاء الله كي بقى الاختيار لكم هذه الطريقة باش كنقوموا بإلغاء حساب اضموب من الجدر نضغط له لديك إلغاء الحساب كي تطلع لها هذه الواجهة كي يقولك هل تريدوا فعلاً الإلغاء كي يقولك اه اه هذا مو برنامج مجاني وكي شرحوا لك شنة هو المشكل بغيت يترجع كتدير ليس الان او لك تدير نعم اريد المتابعة كي اكدوا عليك وكي تطلعوا لك هذه العملية هنا كي يقولك توجدوا بعض الاشياء قبل ان طرح يعني ضروري انك تقرأ هذه المسائل قبل ما تحذف الحساب لان إليك هل عندك حساب ناشط ومرتابط بالقناة اي دفوعات مالية عندك في ذلك الحساب را ما غديش تخلص ويهادش الكي شرحولك لا يستوفي ان حسابك لا يستوفي لحد الأدنى لدفع الأرباح يعني را لكان عندك شي حاجة للأرباح تم في ذلك الحساب را مشكل مو يمكن كليكيت ما ادركوا انني لا استوفي يعني الدفوعات وذلك الشي وكان هبط هنا يا كيقول لك تعليقات مهمة بالنسبة الينا هذا هو الهدف اللي غيخليهم باش انهم يحدفوا لنا الحساب وما يخليش ذلك الحساب يدير لنا مشكلة في المستقبل اختيار سبب الإلغاء السبب الإلغاء ما اختاروش اي اختيار عشوائي وصافي ضروري اختيار بسبب مقنع كنديروا واحد اختيار باش كيجعلهم انهم يلغيون الحساب هناك يقول لك لو بغيتي لا يحقيقوا التطبيق لي بحان ولا ضعف اداء الاعلانات انا كنخليها شي كامل وكانمشي لكنتوا اجربوا فقط الميزات في ادموب مندير لأخرى لغيرتوا بلد الحساب لحتشي هاجا كندير كنتو اجربوا فقط الميزات في ادموب وكانكليكي لها وكانها بطل تحت لديك الكتابة اللي بالله والأزرق اللي انا نطلع لكم شوية الشاشة اللي مكتوبة فيها تأكيد الإلغاء ولا بغيتي ترجع او ادغتي ترجع كنكليكي لها تأكيد الإلغاء وهكذا يتم حدف الحساب تم الآن إلغاء حسابك على ادموب ولا بغيتي تتأكد كي يقول لك يرجى مراجعة باردك الوارد باردك الالكتروني الوارد يعني لغا تجيكوا للرسالة على البارد الالكتروني تيهلك تأكد منها غان مشوا لبارد الالكتروني ونتأكدوا وش فعلا جاتنا هاد الرسالة وش تحدف لنا الحساب او لا لا مشوا البارد الالكتروني مشوا قمت بتحقيق الصفحة. ندخلها. من بعد قطلع لنا هذا الواجهة هذه القمائل. نتعطي لكونيكسيو. قطلع لنا الواجهة هذه القمائل فيها رسالة جديدة هي تم إلغاء حساب ادموب. يعني فعلا تم إلغاء حساب بنجاح. يعني هذا هو الهدف اللي خاصنا احنا بأنه الحساب التلغى نهائيا وما بقاش عندنا حساب متعلق بهذا الجيميل والمعلومة اللي سجلت كذلك كاملة التلغات. يعني هكا كنكون انني لغيت الحساب ديالي بطريقة سهلة. ونزيدنا بطلته تعطي لك حتى التفاصيل كيفاش مرحبا لقد تلقى فارق ادموب طلبا بإلغاء حساب ادموب المرتبط بالرقم تعريفي وكيعطي لك المسائل كي اكدوا لك تأكيدا بأنك ركنتال اللي قمته بإلغاء الحساب. ويعني بالفعل ماشي بالخطأ او لا شي حاجة. المهم هذه المعلومة اصدقاء كاملة مهمة مهمة جدا. اي واحد مركزش عندها انشاء حساب ادسس اخطأ. ضروري انه يدير هاد الاجراءات. وباش نزيد ونتأكدوا بان الحساب عندنا مبقاش مسجل. غادي نخرجو. ونرجعو. نديرو تسجيل دخول ونشوفوا وحساب عندنا باقي. او لا لا. نشيو الجوجل كروم. ونشيو عاود تسجيل دخول كم مدرنا في المرة الاولى. كم مدرنا في المرة الاولى باش دخلنا الحساب. سوف نقوم بعملية البحث نفس الطريقة نفسها في الهاتف نضغط على تحقيق الربح من تطبيقك سوف نضغط على تسجيل الدخول نضغط على تسجيل الدخول ونظر لنا بأن الحساب ليس بإمكانك الدخول إلى حساب ADSense يعني هذا الحساب تلغى نهائيا كان هذا الفيديو دي اليوم كنتمنى أن الفكرة تعجبكم وكنتمنى أن أي واحد عنده فعلة المشكل كنتمنى أنه يتجاوزه لأنه مشكل صحيب وأغلبية المبتدئين لا يعرفونه وشكرا لكل من تابعنا إلى هذه اللحظة والسلام عليكم